في إطار الحفاظ على الساحة العمومية وأثناء قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيد عبد الله بتنفيذ دورية مراقبة تم توقيف شاحنة صغيرة مخصصة للنقل بالتبريد من أجل المراقبة وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على كميات تقدر بـ 4.5 قنطار من اللحوم البيضاء من نوع دي كرومي مذبوح ومفرغ مزوع الأحشاء والذي كانت تنبعث منه روايح كريئة جراء العدم منظومة التبريد بثلاجة الشاحنة بعد معاينة اللحوم البيضاء المحجوزة من طرف الطبيب البيطاري التابع لمصالح الفلاحية في ولاية الجزائر تبين أن صاحبها لم يحترم شروط الحفظ والنقل مما أدى إلى تلف اللحوم البيضاء المحجوزة وغير الصالحة لاستهلاك البشري بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل لجنة بحضور ممثل عن رئيس بلدية المعلمة ممثلين عن المصالح الفلاحية لذات البلدية ممثلين عن مفتيشية التجارة بزرادة أين تم إثلاف اللحوم البيضاء المحجوزة